زيزو الثاني فادت فعلاً كان عنده عرض من النادي الأهلي؟ لا أنا ما عرفش ما تعرفش المنادي؟ لا لا ما عرفش عشان قلت بس بذجري فريرة قدما عارف فريرة كان عنده عرض من النادي أعرف بقولت زيزو أنا أعلم كلمت مع فريرة طيب زيزو بقى وده خلاص ده حاجة واضحة ومعروفة عند كل الناس إنه زيزو عنده شرط الجزائي في عدو لما مضى التجديد مع اللاجنة اللي فاتت وحسب معلوماتي إنه الشرط الجزائي ده شرط قليل أي نادي ممكن يخش وياخد اللعب وحسب معلوماتي برضو إنه زيزو رافض تماماً استغلال الشرط الجزائي ده في عرض أوروبيا أو عرض محلي يعني مش هيستغله في أي العظم المحل فعلاً ده الكلام ده هو زيزو قاله نفسه المشار مرتضى وقاله الأمير ووالده المستحيل إنه نستخدم شرط الجزائي قدام الناس زمالك ناس زمالك عمل زيزو وعمل ابني هو الولد يعني هو محترم جداً مفيش مشكلة يعني حتى التقدير المادي بالنسبة لزيزو بما يتناسب مع اللي بيبذله داخل الملعب مش أهداف بس يعني لا هو روح ومجهود وعلاقته وعلاقته بين زمال دي تخلي ناس زمالك يعني بالنسبة له مفيش مشكلة في التقدير المادي يعني تفتكر زيزو هيكمل مع زمالك السنة الجاية تفتكر هيكمل يعني أنا بقول مثلا لو جاء له عرض مغري من أوروبا عرض مغري من حتى لا لا ان شاء الله هيكمله هو عايز يكمل عشان عارب برضو انه عنده عرض كتير وطبيعي يبقى عنه عرض كتير طبعاً طبعاً في المستوى ده طبعاً فيه العبين أعالب كتير إنما هو مرتبط جداً بالنادي ومرتبط بزمعيله ومتطار بجمهور النادي والتقدير المادي ما بتأخرش يعني عن الولاد والمخلصين يعني ممكن يبقى فيه تعديل كمان مادي أوي أوي ممكن يبقى فيه تعديل مادية ممكن يبقى فيه تعديل في الشرط الجزائي ممكن يبقى يتشل خالص انا نعم عنوات انه هيتشل خالص